مرحباً بكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن قصة حقيقية مخيفة وصادمة عن أحد أخطر القتلة المأجورين في تاريخ الولايات المتحدة ريتشارد كوكليانسكي المعروف بلقب رجل الثلج هذه القصة مليئة بالأحداث المرعبة واللحظات المثيرة التي تكشف عن حياة مزدوجة عاشها ريتشارد بدءاً من طفولته القاسية المليئة بالعنف والألم مروراً بدخوله عالم الجريمة المنظمة في شوارع نيويورك المظلمة وصولاً إلى كونه قاتلاً مأجوراً محترفاً لا يتردد في قتل ضحاياه بطرق مبتكرة ودم بارد سنتعرف أيضاً على اللقب الذي اكتسبه رجل الثلج والذي جاء من طريقته الغريبة في إخفاء جثث ضحاياه في الفريزر لتضليل الشرطة وكل ذلك بينما كان يعيش حياة عادية جداً في أعين جيرانه وأسرته لكن من كان يتوقع أن الأب والزوج المحبوب كان في الحقيقة قاتلاً بدم بارد وفي النهاية سنتابع كيف تم القبض عليه بعد سنوات من المطاردات والتحقيقات والمفاجآت التي كانت في انتظار الجميع خلال محاكمته هذه القصة ليست فقط عن جريمة بل عن كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة مزدوجة تماماً ويخفي حقيقته المظلم عن كل من حوله إذا كنتم ترغبون في معرفة كل تفاصيل هذه القصة تابعونا ودعونا نبدأ واحد من أخطر القتلة المأجورين في التاريخ الأمريكي ريتشارد كوكلينسكي المعروف بلقب دي آيسمان أو رجل الثلج دعونا نغوص في تفاصيل حياته الغامضة والمروعة ريتشارد كوكلينسكي ولد في عائلة مضطربة جداً في نيو جيرسي طفولته كانت مليئة بالعنف والضرب من والده وهذه البيئة شكلت شخصيته القاسية فيما بعد منذ صغره كان ريتشارد يميل إلى العنف وكان يتورط في مشاكل عديدة وفي شبابه بدأ يرتكب جرائم صغيرة مثل السرقة حتى لفت انتباه العصابات في نيويورك في العشرينيات من عمره بدأ كوكلينسكي يتورط في أعمال العصابات ويعمل كقاتل مأجور كانت موهبته الفريدة في القتل هي التي جعلت العصابات تعتمد عليه لتنفيذ المهام القذرة كان ريتشارد يقتل بدم بارد وبدون تردد وكان يستخدم طرقا متنوعة للقتل مثل استخدام السم أو المسدسات أو حتى يده ومع كل جريمة جديدة كان يطور أسلوبه بحيث لا يستطيع أحد ربط الجرائم ببعضها إحدى الأمور التي ميزته كانت استخدامه لطرق مبتكرة في إخفاء جثث ضحاياه كان يضع الجثث في الفريزر لفترات طويلة ليخفي وقت الوفاة الحقيقي مما كان يصعب على الشرطة معرفة أي معلومات عن الجريمة أو وقت حدوثها من هنا حصل على لقب رجل الثلج تخيل شخصا يمتلك برودة الأعصاب هذه الأمر الغريب في القصة هو أن ريتشارد كان يعيش حياة مزدوجة تماما في النهار كان زوجا وأبا عاديا يذهب إلى الكنيسة ويشارك في الأنشطة الاجتماعية مع جيرانه كان شخصا محبوبا في منطقته ولم يكن أحد يتخيل أن هذا الشخص الودود يمكن أن يكون قاتلا مأجورا ولكن في الليل كان يتحول إلى شخص آخر تماما يخرج لتنفيذ عمليات قتل بتكليف من العصابات كان يرتدي قناع الحياة الطبيعية في النهار ويصبح وحشا مرعبا في الليل بعد سنوات من القتل والتخفي بدأت السلطات تلاحظ أن هناك شخصا ينفذ هذه الجرائم كلها بنفس الطريقة تقريبا وهنا بدأت عملية مطاردة رجل الثلج تعاونت السلطات الفدرالية مع قاتل مأجور آخر لإقامة كمين لريتشارد تمكنوا من تسجيل مكالمة بينه وبين القاتل الآخر وهما يخططان لجريمة جديدة في عام 1980 تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد وأخيرا بعد سنوات من الهروب انتهت حياة ريتشارد كوكلينسكي في السجن حيث توفي في عام 2006 قصة ريتشارد كوكلينسكي تعلمنا أن الناس ليست دائما كما تبدو قد نكون محاطين بأشخاص يعيشون حياة مزدوجة ونحن لا نعلم ترى كم شخص حولك قد يكون لديه أسرار غامضة مثل رجل الثلج؟ كانت هذه قصة ريتشارد كوكلينسكي القاتل المأجور الذي أزهق أرواح أكثر من مئة شخص وعاش حياة مزدوجة لم يتخيلها أحد إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة لمشاهدة المزيد من القصص المشوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر